زيكو يا حبايبي عاملين ايه? يارب تكونوا بخير يا حبايبي. يلا نخلي البقى ايه? فلفل وبتنجان النهاردة حاجة تحفة. لازم يبقى على صفرتك في اي ايه? في اي غدا. انا جبت البتنجان. وهنقشره يا حبايبي زي ما انت شايفين كده نشير الجزء الاخضر. على طول محضرها الحلة وحطة فيها مية. ننزل على طول بالبتنجان بتاعنا. نخلي الجميل تحفة. يلا نولى عليهم. بعد دقيقتين اتنين بالزبط. فتحت عليهم لقيتهم بيغلوا كده. يعني بعد دقيقتين من الغليان. حطت بقى الفلفل دقيقة واحدة وحط في النار. انا شلت شوية الفلفل الاحمر دول. قلت ايه? هنخلل بيهم. زي ما انتو شايفين يا حبايبي كده هنقطعهم. لو مش بتحب كله حرق ممكن تحط الفلفل الرومي الاحمر. عادي ما فيش مشكلة. هيديك اللون وحط فلفل الرومي كمان برضو اخضر. لو مش بتحب الحرق. لو بتحب الحرق زينا اعملي الحركة الجميلة دي. حطت معلقة توم كبيرة. معلقتين ملح صغيرين. حنفرم بقى كل الخليط. جميل قوي. هنعصر اللمونة كاملة. لسه في حياء تاني. خليكوا معانا يا حبايبي. عصرت اللمونة كلها. وحطت معلقة كامون ومعلقة بابريكا. معلقتين خلى ابيض. هنقلب كل الخليط. جبت العلبة اللي هخلل فيها. وحطت كمان الفلفل للحرق. في قاعة العلبة. هنخلل واحدة واحدة كده. ما تنسوناش يا حبايبي تعملوننا لايك وشير واشتراك لو القناة عجبتكو يا حبايبي. مخلل طحفة. خلصنا الكمية. واتبقى طبعا من الخليط. حطت شوية ملح وشوية فلفل. وكمان نصف اللمونة. وحطت ميت السليق كانت بردت. هننزل برضو على المخلل بتاعنا. ايه رأيكو يا حبايبي في الحلقة بتاعتنا النهاردة. ما تنسوناش في الليك وشير والاشتراك. باي باي.